بسم الله الرحمن الرحيم متابعين الأعزاء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جديد الصناعات الدفاعية التركية الجيش التركي يتسلم النسخة الثانية من مروحية أتاك محلية الصنع أيضا بنجلدشت تتسلم النسخة الأحدث من الصواريخ التركية لمتابعة هذه المواضيع أرجو أن تبقوا معنا حتى النهاية ولكن في البداية أرجو أن تسجلوا إعجابكم بالفيديو وأن تشتركوا بالقناة وتفاعلوا الجرس ليصلكم كل جديد أعلنت وزارة الدفاع التركية أمس السبت تسلم قيادة القوات البرية النسخة الثانية من مروحية أتاك محلية الصنع وأوضحت الوزارة في بيان أن مروحية أتاك الرابعة والخمسين من طراز تي 129 دخلت الخدمة في صفوف القوات البرية التابعة للجيش التركي وأضافت أن شركات الدفاع التركية طورت بإمكانياتها المحلية النسخة الثانية من مروحية أتاك تي 129 بتزويدها إلى جانب مجسات التحذير الليزرية وأنظمة أخرى للحرب الإلكترونية مستقبلات تحذير لداري وليزري وأشارت إلى زيادة كفاءة الحماية الذاتية للمروحية عبر أنظمة تشويش التردد اللاسلكي ومروحية أتاك من إنتاج شركة صناعات الفضاء والطيران التركية تساش ويبلغ طولها أكثر من 14 مترا وارتفاعها نحو 4 أمتار وتستطيع التحليق لمدة ثلاث ساعات بالوقود القياسي وقطع مسافة 519 كم أتاك تي 129 تستطيع التحليق لمدة ثلاث ساعات بالوقود القياسي وقطع مسافة 519 كم وقادرة على حمل 8 صواريخ مضادة للدبابات بعيدة المدى من طراز الرمح و12 صاروخ موجها من طراز جيريت المحلية إضافة إلى أربع صواريخ استينجر جو جو و76 قذيفة ومدفع رشاش من عيار 20 مم مثبت في المقدمة تتمتع أتاك التركية بقدرة فائقة على المناورة وسرعة ودقة في أداء المهام وإصابة الأهداف حيث تؤهلها مواصفتها الحديثة لخوض غمار المنافسة في سوق الصناعات الدفاعية يبلغ طولها 14 مترا و60 سنتيمتر وارتفاعها 3 أمتار و95 سنتيمترا وتمتلك محركين تبلغ استطاعة كل منهما 292 حصانا أيضا في نفس الموضوع بنجلادشت تتسلم أحدث أشهر المنظومات الصاروخية التركية أي أن تركيا أصبحت في عهد أردغان بلدا منتجا ومصدرا للأسلحة بعد أن كانت مستوردة لها بنجلادشت تتسلم أحدث وأشهر منظومة صاروخية تركية تسلمت السلطات البنجالية الأسبوع الجاري أحدث أشهر المنظومات الصاروخية المصنعة من قبل شركة ركستيان التركية للصناعات الدفاعية وذكرت مصادر أمنية تركية قبل أمس الجمعة أن السلطات البنجالية تسلمت مطلع حزيران يونيو الجاري أول شحنة من نظام صواريخ كابلان تي آر جي تلتمية المصنع من قبل شركة ركستيان التركية وأوضحت المصادر أن عددا من الجنود البنجاليين كانوا قد أكملوا التدريبات على كابلان في تركيا وعادوا إلى بنجلادش في نيسان أبريل الماضي لافتا أنه جرى كذلك تسليم أجهزة الراديو اللازمة لاستخدام النظام في أيار مايو 2021 هذه صورة للعربة حاملت الصواريخ كابلان التركية الحديثة وفي أزار مارس 2021 أعلن رئيس الأركان العام البنجالي الجنرال عزيز أحمد أن نظام الصواريخ كابلان الذي طورته شركة ركستيان سيتم تسليمه إلى الجيش البنجالي حتى حزيران يونيو 2021 ولفت أنه بفضل النظام الصاروخي سيتم تعزيز القوة النارية لفوج المدفعية في الجيش البنجالي بشكل أكبر وكانت بنجلادش قد أبدت رغبتها في رفض جيشها بأنظمة دفاعية تركية محلية الصنع وذكر العديد من مسؤوليها أنهم مهتمون بشراء مسيرات تركية وطائرات مروحية هجومية فضلا عن أنظمة الدفاع الجوي والمدرعات وأنظمة المدفعية والسفن الحربية الصغيرة والمتوسطة الحجم وأنظمة الحرب الإلكترونية ومعدات الاتصال اللاسلكي والذخيرة ومطلح حذيران يونيو 2021 استقبل رئيس هيئة الأركان التركية شار جولر قائد القوات البحرية البنجالية الأدميرال محمد شهين إقبال في العاصمة التركية أنقرة وذكرت وزارة الدفاع التركية في بيان أن جولر استقبل إقبال الذي يجري زيارة رسمية إلى تركيا بمراسم استقبال عسكرية وبحث الطرفان عددا من الملفات والقضايا الهامة إضافة لبحث سبل تطوير وتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين خاصة في مجال القضايا العسكرية صاروخ كابلان تي أرجي تلتمية يخلق صاروخ كابلان قوة نيران فعالة على أهداف ذات أولوية عالية في مدى يتراوح بين 20 إلى 120 كيلومترا وذلك بفضل دقته العالية وقوته التدميرية صاروخ كابلان يمكن إطلاقه عبر أنواع مختلفة من المنصات بواجهات مناسبة مع نظام كيزائد كيوبين ونظام الصواريخ متعدد الأغراض الذي طورته شركة ركستيان التركية تم تسليم صاروخ كابلان إلى القوات المسلحة التركية عام 2016 بعد عملية تصميم وتطوير وتأهيل استمرت خمس سنوات أثبت كابلان فعالياته على مدى 120 كيلومترا في اختبارات تأهيل صارمة أجرتها القوات المسلحة التركية المواصفات نظام إطلاق صاروخ متعدد يعتمد على هيكل شاحنة عسكرية 6 في 6 يتوفر صاروخ TRG300 في نسختين بلوك 1 الذي يبلغ وزنه 585 كيلو جراما ويمكن إطلاقه بمدى 30 إلى 120 كيلومترا لديه رؤوس حربية شديدة الانفجار تازن 105 كيلو جرامات صاروخ بلوك 2 هو نسخة محسنة برأس حربي 190 كيلو جراما يبلغ مدى صاروخ بلوك 2 من 20 إلى 90 كيلومترا بالنسبة لكل المتغيرين يشتمل نظام التوجيه على نظام تحديد المواقع العالمية يعتمد كذلك على هيكل شاحنة عسكرية روسي الصنة كما يتم تشغيل الشاحنة بوسطة محرك ديزل كماز تحوي الشاحنة على علبة بثماني حركات ويمكن أن تصل سرعتها القصوى إلى 90 كيلومترا أهداف مناسبة الأهداف المكتشفة بدقة عالية أنظمة المدفعية والدفاع الجوي مواقع الرادار مناطق التجمع المرافق اللوجستية أنظمة القيادة والتحكم والاتصالات أهداف أخرى ذات أولوية عالية ميزات النظام قدرة قتالية مثبتة الاستخدام في جميع أنواع الطقس وظروف الأرض على مدار 24 ساعة جاهز للنار دقة عالية قدرة الضربات الدقيقة طويلة المدى حلول مكافحة الخداع والارتباك بذلك متابعين الأعزاء نكون قد وصلنا مع حضراتكم إلى جديد الصناعات الدفاعية التركية حيث سلمت تركيا لبنجلاديش أحد أشهر المنظومات الصاروخية التركية والتي تعرفنا عليها وكذلك أيضا الجيش التركي تسلم رسميا النسخة الثانية من مروحية أتاك محلية الصنع أرجو أن توافون بأرائكم واقتراحاتكم وإن كانت مادة هذا الفيديو قد أعجبتكم لا تنسوا أن تسجلوا إعجابكم وأن تشتركوا بالقناة وتفعلوا الجرس ليصلكم كل جديد دمتم بخير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر